والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وأن معه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين في هذه المحاضرة التاسعة سوف نتحدث عن معوقات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية وسوف نتناول في عناصر هذه المحاضرة عن معوقات السياحة الداخلية السعودية سوف نتناول معوقات تتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد أيضا سوف نتحدث عن معوقات تتعلق بالقوانين والأنظمة والإجراءات والمتطلبات أيضا هناك معوقات تتعلق بالسياسات وأيضا سوف نتناول عن معوقات تتعلق بالتراخيص والتصاريح ثم سوف نتطرق عن معوقات تتعلق بالاستثمار ثم في النقطة السادسة سوف نتحدث عن المعوقات التي تتعلق بالقوى العاملة والعاملين والعمل والتوظيف والوظائف ثم سوف نتناول معوقات تتعلق بالتمويل ومعوقات تتعلق بالموسمية ومعوقات تتعلق بالبنية التحتية ومعوقات أخرى معوقات السياحة في المملكة العربية السعودية المعوقات المتصلة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والمعوقات السياحة في المملكة العربية السعودية قام العديد من الباحثين في مجال السياحة في المملكة العربية السعودية بالعديد من الدراسات عن معوقات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية وتوصلوا للعديد من المعوقات وقد أجرى مركز المعلومات والأبحاث السياحية ماس التابع للهيئة العليا للسياحة والأثار بالمملكة العربية السعودية دراسة بعنوان صناعة السياحة المعوقات والحلول عام 2008 أو 2007 وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجهها السياحة سواء في قطاع الإيواء ووكالات السفر والسياحة وأنشطة الجذب السياحي ومن ثم العمل على إيجاد حلول لها وتدليلها وتوفير المناخ السياحي الملائم للأنشطة السياحية المختلفة دعما لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية وتنميتها لتصل إلى مستويات متقدمة في هذا المجال ولتصبح قطاعا رائدا يسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل لمواطني هذا البلد وقد تم حصر 145 موقعا للسياحة الداخلية ترتبط بمجالات قطاعات الإيواء ووكالات السفر السياحي وأنشطة الجذب السياحي وقد تم تصنيفها في مجموعات هي في شرائح أيضا سوف نتحدث عن المعوقات المتصلة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعادات ومنها التفاوت في تفسير القواعد السلوك الاجتماعي وتطبيقها أيضا العزوف عن العمل في الوظائف الخدمية التي يتطلبها القطاع السياحي أيضا هناك من المعوقات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية أيضا هناك معوقات متصلة باللوائح والأنظمة والإجراءات والقوانين تعدد الإجراءات الحكومية وبطءها وانتشار البيروقراطية أيضا القموض وضعف الشفافية وعدم الاتساق ببعض الأنظمة وأنظمة القطاع المصرفي والتغيير المستمر للقرارات والأنظمة وتعارض بعض الأنظمة مع نظام الاستثمارات أو الاستثمار الأجنبي تؤدي بعض الأنظمة وطرق تطبيقها إلى التمييز بين الشركات الأجنبية والافتقار للشفافية أيضا في الآليات تطبيق النظم والإجراءات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري أيضا هناك ضعف الأداء الوظيفي في بعض الأجهزة العكومية مما يؤدي إلى طول إجراءات الإعفاء الجمركي والتسجيل بالسجل التجاري وعدم وضوح بعض الأنظمة لها أيضا هناك بعض المرونة في نظام الكفالة وإجراءاتها وبطء إجراءات كتابة العدل وديوان المظالم وطول إجراءات القضائية وضعف فعالية آلية فضل المنازعات أيضا عدم وجود معايير لجودة المنتجات السياحية وأساليب ضبطها عدم تناسب أنظمة العمل فيما يتعلق بالقطاع السياحي أيضا الشروط الغير ملائمة لاستئجار الأراضي وامتلاكها أيضا هناك عدم وجود حماية جمركية أيضا من المعوقات المتصلة بالسياسات الضرائب بطء التطبيق سياسة تخصيص ومحدوديته ضعف مستوى النشر والإعلان والتوزيع للأنظمة واللوائح الصادرة عدم تمييز سياسات تطبيق برامج السعودة بين القطاعات الاقتصادية أيضا عدم تطوير الأنظمة التعليمية للتوافق مع احتياجات سوق العمل وندرة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى أيضا هناك عدم تقديم هبات أو إعانات حكومية لدعم السياحة أو قلتها أيضا عدم توفر مرافق التدريب للطاقات البشرية السعودية أيضا يمكن نحن نضيف من المعوقات السياحية الداخلية في المملكة تعدد الجهات المسؤولة عن تملك العقار للمستثمرين الأجانب وعدم وضوح إجراءاتها وعدم استشارة المستثمرين في صدور الأنظمة والقوانين الجديدة وعدم القدرة على توقع السياسات الحكومية والتقيرات المفاجئة في القوانين بالإضافة إلى ذلك عدم وجود إدارات نسائية ببعض الأجهزة الحكومية وعدم الانفتاح لرؤوس الأموال الأجنبية وأنظمة العملات الأجنبية أيضا من المعوقات المتصلة بالتراخيص والتصاريح من هذه المعوقات الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص الشركات وتسجيلها أيضا عدم تحديد العمالة في التراخيص تراخيص العمل أيضا من المعوقات المتعلقة بالاستثمار ضعف الحماية المناسبة للاستثمارات أيضا يمكن القول أن القيود على تدفق الاستثمار الأجنبي المباجر في السياحة أيضا عدم ملاءمة الشروط الاقتصادية لاجتذاب نوعية الاستثمارات الأجنبية المرجوة بالإضافة إلى ذلك عدم حماية الاستثمارات من التجاوزات التي تحد من قبل الجهات الحكومية وارتفاع الحد الأدنى للاستثمارات والتكلفة العالية للاستثمارات السياحية أيضا يمكن أن نضيف إلى ذلك عدم العلم بفرص الاستثمار السياحي المتوافرة محليا ونقص الخدمات والمرافق الأساسية للمشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى ذلك بطء حركة توفير بيئة استثمارية في المملكة مقارنة بدول العالم المتقدمة وعدم حرية الاستثمارات في بعض القطاعات وبطء عوائد الاستثمارات درجة أيضا يمكن أن نضيف درجة خطورة الاستثمار السياحي عندنا في المملكة العربية السعودية عالية إضافة إلى ذلك المعوقات المتصلة بالقوى العاملة والعمل والتوظيف والوظائف من هذه المعوقات التي تتصل بالقوى العاملة والعمل والتوظيف والوظائف ندرة القوى العاملة السعودية المؤهلة أيضا عدم السماح باستخدام العمالة المؤقتة بالإضافة إلى ذلك صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركة تحت التأسيس يمكن أن يضاف إليها صعوبة استخدام طاقات بشرية أجنبية مؤهلة أيضا ندرة العمالة المدربة بالإضافة إلى ذلك أنظمة العمل أيضا من المعوقات المتصلة بالتمويل والبنوك والأموال والقروض والتمويل بالدين هناك صعوبة لتمويل المنشآت المتوسطة والصقيرة أيضا هناك تضاؤل في فعالية الخطط الخمسية لعدم اعتماد المبالغ المالية لها أيضا هناك عجز في الميزانية المستمر وحجم الدين العام أيضا من المعوقات المتصلة بالموسمية الموسمية في السياحة السعودية أن يكون هناك السياحة الموسمية التي مثلا نقول لك السياحة الدينية لها موسم مثلا من موسم الحج موسم معينة في الإجازات الكبيرة عندنا تكون هناك موسم أيضا هناك معوقات متصلة بالبنية التحتية ومن هذه المعوقات المتصلة بالبنية التحتية عدم توافر البنية الأساسية الكافية خاصة في مجال التغنية بالإضافة إلى ذلك ندرة المعلومات الدقيقة والحديثة وضعف نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وتدني مستوى خدمات الاتصالات عن المستويات العالمية المتطورة وندرة الأراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسية بالمملكة بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نتحدث عن المعوقات التي لا تقع ضمن أي من المجموعات الرئيسية السابقة وهي ضعف الآداء في مركز الخدمة الشاملة والتكلفة العالية للتشغيل ومعدل التضخم هذا وبهذا القدر نصل إلى ختاب محاضرتنا نسأل الله لكم التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا على حسن استماعكم